ماء الآن هذا الطريق تلوح والآخر والآخر الطريق الآخر الطريق الصدود طريق صدود الداخلнач أخي لا أشعر وهو مخوتي وهو مخوتي هذا هو البندي البيت وهو الخوية وهو مخبر باركت justification وهو مخبر باركت وهو مخبر وهو مخبر هنا تبتريف وهو هنا في تركيز وسيجل تشاهد نوري الناس اذا تشاهد نوري الناس هنا يوجد وراء الناس نحن المنزل يوجد المنزل هنا مقام تحت تنجة اتمنى انها تحت انا يوجد تحت تنجة مدينة قادمة مدينة قادمة في تقلقين فيها فنورة نحن نحن كمرصد مؤسسة تهتم بالمئات التاريخية والبيئة بطنجة استقبلنا مجموعة الصور والفيديوهات المتعلقة بالعطور على سندي بتحت أرضية بمنطقة صحة مشورة بالقصبة وكذلك أمرح وبعد التقصي وجدنا على أن هذه السندي بلست باكتشاف جديد بل هو مسألة معروفة في بداية التسعينيات وتم إنجاز أبحاث حولها وتصريحات حولها بمجلات وجرائد محلية طبعا الحال هذا السندي بعد التقصي وجدنا على أنها تعود لفترة البرتغالية وبداية الفترة الإحتلال الإنجليزي يعني من 1471 إلى غاية 1882 وهذا السندي بتدخل في إطار ما يسمى بالمعمار العسكري البرتغالي طبعا الحال هذا السندي بكتعند أهمية ديال حصول على التسموين من جانب البحر لأن كما يعني هو معروف في التاريخ بأن المنطقة الإحتلال البرتغالي وكذلك الإنجليزي كانت متوقة بالمجاهدين المغاربة وبالتالي كان ضروري من المنافيد تحت أرضية لضمان التسموين والاتصال بالبحر ومسألة ديال السندي هي مسألة معروفة في المعمار الأوروبي ديال الفترة ديال العصر الواسيط والفترة ديال بداية اكتشافة جغرافية يعني مسألة هي معروفة فقط كي يبقى بأن هذا العطول على هذه السندي مرة أخرى جاء في إطار يعني الأشغال ديال تبليط وديال الاهتمام بالبنية التحتية وبقنوات ديال الصرف الصحي وديال قنوات ديال المياه وبالتالي إحنا كمرصد نشوف بأن هذه الأشغال التي تشهد المدينة العتيقة هي أشغال مهمة جدا ويعني نؤكد عليها ونتمنها ولكن في نفس الوقت يعني هناك مجموعة من الملاحظات يجب لإنسبالها هو أن هذه الأشغال يجب أن تكون هناك لجنة علمية مصاحبة كذلك احترام المعايير المعمول بها في التعمير ثم المسألة المهمة جدا كذلك بالنسبة للمرصد هو التمكين من معلومات بحيث أن على مستوى المؤسسات يعني المحافظة الجهوية دي المآتر أو المندوبية ديالتقى فأخصد قدم معلومات وتأكد يعني الأصل ديالها 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 والفترة تاريخية ديالها ومرة أخرى المرصد يعني دائما في إطالة مقاربة هنا ملف المآتر التاريخية يؤكد بأن هذه المقاربة تتضمن ثلاث يعني محددات ومستوية أساسية المستوى الأولى في نظرينا هي المؤسسة المقاربة عفوال المؤسساتية بحيث أن المؤسسة دي المحافظة على المآتر والمندوبية وزارة ثقافة وكذلك مختلف يعني المتدخلون في المآتر يجب أن تحمل المسؤولية ديالهم ويحافظوا عليها ويعني أي مسألة جديدة خصنا نعرفه بها المسألة الثانية هي المقاربة العلمية والأكاديمية بحيث أن يعني من ضرورة ومن ضروري كذلك إشراك المهتمين والباحثون الأكاديميين في المسألة بما يضمن بالتعريب بهذه الآتر والحفظ على الذاكرة المستوى الثالث هو اللي يعني كشف بأن في استطاعته يعني إعطاء القوة لهذه المآتر هي المسألة اقتصرية بحيث أن من ضروري إدماج هذه المآتر وهذه يعني البناء الثلاثة أصلحات والمصارات السياحية في الدورة اقتصرية بما يعود بالنفع على السكنة ديال المدينة العسقة وكذلك على المنطقة كلها وعلى البلاد كذلك شكرا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد